السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء من الهم الأسئلة المرشحة لامتحان الفيزياء عندنا إذا قال لك نسبة التحويل انطاق نسبة التحويل السؤال الوحيد الموجود بالكتاب بالفصل السابع عن نسبة التحويل هو هذا وإجا ثلاث مرات إلى أربع مرات بالوزارة نصا السؤال يقول محولة كهربائية كفاءتها 100% طلاب من يقول لك 100% هذا ما عليك به الكفاءة انسى قانون التفاعل خلي بالك لأ رحل لك أسئلة أخرى ونسبة التحويل فيها 1 على 2 نسبة التحويل هنا رح نقول الحل نسبة التحويل طلاب يعني هي شنه نسبة التحويل نسبة التحويل هي عدد لفات الملف الثانوي انتو على عدد لفات الملف الابتدائي انوان رح تساوينا 1 على 2 هذه أريدك تحفظها وتفهمها 1 على 2 وتعمل على فورتية يعني الفورتية الداخلة اشقد عندك بالمحولة يعني هي تدخل للمحولة تعمل على هاي الفورتية اذا هذا الفورتية اشقد الفورتية هو ناطيكية 220 فورت والتيار المنسب بالملف الثانوي يعني هذا التيار الأول هو التيار الثاني لا هذا التيار الثاني اشقد ناطيكية ناطيكية 1.1 أمبير 1.1 أمبير يريد من عندك احسب احسب لفورتية الملف الثانوي يعني يريد من عندك الفورتية هاي أولا راح تقول له عندي قانون يربط له بين الفورتية وبين عدد اللفات طلعا من تسمع بعدد لفات طبق له هذا القانون رجاء أنا ذلك السؤال قبل حليت لكيه على نفس الصيغة وهذا السؤال تقدر تروح تشوف ذلك السؤال N2 على N1 يساوي V2 على V1 نجعلها ال N2 على N1 واحد على اثنين وال V2 على V1 اشقد عندك ال V2 مجهولة هو يريدها من عندك و اشقد عندك ال V1 ميتين وعشرين شوه البساطة بالسؤال طلاب انه انت بس تعرف هاذي نسبة التحويل يدير بالك هاذي مو قال لك نسبة التحويل معناها N2 على N1 افتهم علي هسا شوه مثل ما تعلمنا نضرب وسطين بطرفين هنا نقول N2 في 2 و كذلك عندك الواحد في ميتين وعشرين فهنا طلاب العزاء N2 في 2 2 N2 خليه قدام الكاميرا 2 V2 عفوا ميتين وعشرين في واحد ميتين وعشرين فهنا شو نسوي طلاب اقسم على 2 اللي هي معامل V2 اقسم على 2 اللي هي معامل V2 فاش راح يصير عندي 2 تروحوا يا 2 ينزل عندي فقط V2 يساوي ميتين وعشرين على 2 نجي 22 على 2 بها هاي الدعش والصفر ينزل يعني هنا واحد 110 على واحد يطلع عندي مية وعشرة فولت هذا المطلب الاول حليناه بكل سهولة هذا المطلب الاول حليناه بكل سهولة نجعل مطلب الثاني رايد من عندك شنو؟ التيار المنساب أو التيار الملف الابتدائي هيات المطلب الثاني تيار الملف الابتدائي يعني رايد من عندك ثاني انش رايد من عندك؟ رايد من عندك ال-I-1 ال-I-1 عنده قانو يربط للتيار بيش؟ عنده قانو يربط لك التيار بال-N2 على-N1 عندي تيار يقول على-N1 يساوي أن-I-1 على-I-2 أن-T على-N1 يساوي أن-I-1 على-I-2 أن-T على-N1 واحد على-ثنين يساوي أن-I-1 على-I-2 عندك هياتة مجهول I-2-G-1 وعندك ال-I-1 ينزل عندك بس ال-I-1 يساوي أن-I-1 يساوي أن-I-1 ما يرهم صفر بوينت الدعش هذا البوينت طار بعد الدعش راح تصير على-ثنين بها خمسة خمسة في ثنين عشرة دعش ناقص عشرة واحد واحد على-ثنين بها خمسة طبعا نخلي صفر هنا عفوان عشرة تصير على-ثنين خمسة في ثنين عشرة تطرح كذلك هنا يطلع لك صفر صفر إذن طلع لك صفر بوينت خمسة وخمسين أمبير هذا السؤال طلاب مهم جدا 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 كل ما عليك أنه أنت تراجع تفهم القوانين إذا راد من عندك شو طلاب أول شيء فتهمت أنت نسبة التحويل عرفت نسبة التحويل أنتو على-I-1 وحصلت لعشرة درجات بكل سهولة من هنا لكم التوفيق طلاب ومع السلامة